في موضوع آخر خصصت أوكرانيا ما يقرب من ثمانية مليارات هريفنا أي ما يعادل ثلاثمائة مليون دولار لحماية المشاءات العسكرية ومخازن الذخائر وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت أن هذا البرنامج سيمتد لغاية خمس وعشرين ألفين بينما سيخصص خلال هذا العام مبلغ نصف مليار هريفنا أي ما يفوق الثمانية عشر مليون دولار البرنامج يتضمن إدخال التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الأمن ستعمل في المشاءات الاستراتيجية وضعت هيئة الأركان العامة خطة ذات أفاق واسعة لتطوير مخازن الذخائر في الترسنات والقوائد ومستودعات القوات المسلحة التي تهدف إلى التخزين الآمن للقذائف والذخائر في هذه المرافق ويتحقق ذلك بسبب البناء عليها من مرافق التخزين وإنشاء نظام أنذار الأمن والحريق يمكن الاعتماد عليها ومعدات لأنظمة المراقبة بالفيديو والكشف المبكر عن حالات الطوارئ ومكافحة الحرائق اشتركوا في القناة